قال كمان كابتن طاريس سليمان الجانب الفني والخطط المهم جدا في بطولة الأمم والأهم من كل ده أن يكون فيه تكاتف بين كل اللاعبين في الفترة القادمة لأن بالتأكيد الهدف الأسمى للجميع الفترة القادمة إن شاء الله مصلحة المنتخب الوطني وده مسؤولية جميع اللاعبين ودي صورة لكابتن طاريس سليمان في أحدى تدريبات النادي الآلي خلال الفترة الماضية طيب الكابتن سامي أمسون برضو كمان كان له تصريح متعلق بفترة الإعداد ومعسقر أسبانيا وأمم إفريقيا في الفترة الحالية يمكن فرصة للإعلام والصحفيين بياخدوا تصريحات في التوقيت الحالي ما فيش مباريات رسمية الدنيا هادية شوية فقدر تاخد تصريح من اللاعب أو من مدرب بعد التنصيق مع مدير الكرة كابتن سامي أمسون قال إن مرت اللاسارتي وضع خطة إعداد بدأ الفريق في تنفيذها من يوم السبت الماضي وأنه يأمل بإذن الله لتحقيق المردود منها سريعا خلال الفترة القادمة والنتائج هلها هتأكد بقى المردود أو التجهيز اللي تم فيه فترة الإعداد قال كمان كابتن سامي أمسون إن معسقر أسبانيا فرصة جيدة جدا للمدير الفني واللعابين خاصة إن تعايش في المعسقرات بيبقى أفضل كتير جدا من مجرد التدريبات اليومية في ملعبك الفرعي أو في النادي لما تتمرن بشكل يومي فكرة المعسقر بيبقى فيه محاضرات نظرية محاضرات عملية تدريبات يومية موجود في معسقر موجود في قتيل فدايما الجهاز الفني بيلتقي باللعابة يوميا من الصبح بعد الفطار بعد الغداء بعد العشاء في المحاضرات فبتبقى أسرة واحدة فبيبقى فيه تنصيق تامل ما بين الجهاز الفني واللعابة وفيه تفاهم بشكل كبير جدا موجود لسارتي مع الأهلي خلال الست شهور الماضية لو الاستفادة بنسبة 50-60% بعد المعسقر ده لازم بإذن الله تتحقق الاستفادة بنسبة 100% أو أكثر من 100% كمان عشان ده يلقي بزلاله بشكل إيجابي على الفريق في الموسم القادم إن شاء الله قال كمان إن التقارب ده مهم جدا لإن الجهاز الفني بيقدر من خلال التقارب مع لعبين يطرح أفكاره في التدريبات وطريقة اللعب والتشكيل والمجموعة الأساسية والمجموعة لممكن للجهاز الفني يستفيد بيها على مدار الموسم قال للفترة المضايقة بتنسمع أمساني الكلمة على الفترة المضايقة فيها صعوبات كبيرة جدا نتيجة ضغط مباريات عدد مباريات كان كبير جدا عدم كمان التنصيق ما بين المباراة والأخرى وكان فيه فترات زمنية مباريات مضغوطة ومباريات بعيدة عن بعضها وده بالتالي كان بيسبب أزمة كبيرة جدا بالنسبة لي جهازية الفريق في المرحلة القادمة قال كاماري كابتن سامي أمسان إن اللي صارتي بيعرف طبعا جميع إمكانيات اللاعبين وقدراتهم خلال الفترة القادمة لكن معسقر أسبانيا إن شاء الله سيساهم بشكل إيجابي في تحقيق هذا الإنسجام تطرق الكابتن سامي أمسان إلى كاس الأم الأفريقية البطولة المقامة حالية في مصر وقال إن البطولة توقيتها مناسب جدا إن هي بتتلعب في شهر سبعة في الصيف فده مناسب جدا عن الفترات السابقة لما كان بتتلعب البطولة في شهر يناير وفبراير قال كمان عدد الفرق سام في وجود أكتر من فرصة للتأهل لأن ست من المجموعات هيتأهل أول وثاني من كل مجموعة بلص ده كمان أفضل أربع توالد من الست مجموعات فبالتالي فرصة إن في أكتر من فريق ممكن يشارك في البطولة الأول مرة إنه يتأهل ويعمل إنجاز ويتواجد فيه دور الستة عشر طيب كابتن سامي أمسان قال كمان عن مشاركة لعاب الأهل قال إن هو سعيد جدا بوجود لعاب الأهل ومشاركتهم لكن في النهاية الجميع يلعب باسم منتخب مصر وده الشيء الأهم بالنسبة لأن في التأكيد في النهاية المنتخب ما فيهوش مسميات أندية والكل بيدافع عن اسم مصر